ستتعرفون في هذا الدرس على أحد أهم تفاعلات الكيمياء الحيوية وهو التنفس الخلوي وهي الطريقة التي يستمد الجسم بها الطاقة من الغذاء أو بوصف أضاق من الكلوكوز إن معظم ما تتناولونه بالأخص الكربوهايدرات يتحول إلى كلوكوز ستعرفون في دروس أخرى طريقة استخلاص الطاقة من الدهون والبروتينات لكن التنفس الخلوي هو ما يتحول فيه لكلوكوز إلى طاقة وأشياء أخرى إن كلمة كلوكوز مشتقة من كلمتين يونانيتين تعنيان حلو وسكر أما الصيغة الكيميائية لكلوكوز فهي على النحو الآتي ست ذرات كربون واثنى عشرة ذرة هيدروجين وست ذرات أكسجين هذه هي الصيغة أمامكم فإذا كان لديكم مول واحد من الكلوكوز وست مولات من الأكسجين فسينتج عن عملية التنفس الخلوي ست مولات من ثاني أكسيد الكربون وست مولات من الماء بالإضافة إلى الطاقة التي تمثل هدف هذا التفاعل والتي تستخدم لإنجاز الأعمال المختلفة في الجسم مثل تدفئة الجسم وإنتاج الإشارات الكهربائية في الدماغ وغيرها إن عملية التنفس الخلوي تنتج الطاقة بشكل مباشر ثم تستخدم هذه الطاقة لإنتاج جزيئات ATP أدينوسين ثلاث الفوسفات باعتبارها عملة الطاقة في الجسم بمعنى أنكم إذا حللتم الطاقة الناتجة هنا يكون بعضها حرارة لتدفئة الخلية وبعضها الآخر يتمثل بثمانية وثلاثين جزيئ ATP تستخدم من قبل الخلايا في انقباض العضلات وإنشاء إشارات عصبية وغيرها أي أن التنفس الخلوي عملية يدخل فيها لغلوكوز لتنتج جزيئات ATP وحرارة وكلاهما مهم لعمل الخلايا بشكل جيد إن عدد جزيئات ATP الناتجة عن التنفس الخلوي في الظروف المثالية هو ثمانية وثلاثين لكن في الحقيقة يعتمد ذلك على كفاءة الخلية بإنجاز عملية التنفس الخلوي فيتروح معدلها في الواقع بين تسعة وعشرين وثلاثين جزيئاً أما عن المراحل التي تتم فيها عملية التنفس الخلوي فهي كما يلي المرحلة الأولى هي تحلل لغلوكوز أي أنه يتفكك من كونه جزيئاً يحمل سترات كربون بهذا الشكل أو بشكل أضق يكون شكله حلقياً كهذه الصورة وها هي ذرات الكربون الستة المرتبطة بست ذرات أكسجين بالإضافة إلى ذرات الهايدروجين التي ترونها صغيرة باللون الأزرق لتوضيح عملية التحلل تخيل أنه سلسلة من ذرات الكربون المرتبطة بالهايدروجين والأكسجين وعند حدوث عملية التحلل تتفكك إلى سلسلتين تسمى كل سلسلة ببايروفات تستهلك عملية تحلل لغلوكوز جزيئي ATB وتنتج أربعة جزيئات فتكون المحصلة إنتاج جزيئين إضافيين من ATB وبهذا تتم المرحلة الأولى ثم تعيد سلسلتا الكربون التشكل بطريقة معينة وتدخل ما يسمى حلقة كريبس التي تنتج جزيئين إضافيين من الATB لاحظوا أن الخطوة الأولى تحلل لغلوكوز لا تحتاج للأكسجين أي أنها تحدث بوجود الأكسجين أو عدمه لذلك تسمى عملية لاهوائية أو تمثل الجزء اللاهوائي من التنفس الخلوي بالمقابل هي تنتج اثنين ATP أما الخطوة الثانية هي حلقة كريبس وهي هوائية أي تتطلب الأكسجين وأيضا تنتج اثنين ATP ولتتذكروا مفهوم الهوائي واللهوائي بسهولة فكروا بالتمارين الهوائي آيروبك فهي تحث جسمكم على التنفس أكثر لحاجته للأكسجين أكثر أما الخطوة الثالثة فتسمى سلسلة نقل الإلكترون وهي المسؤولة عن إنتاج الجزء الأكبر من جزيئات الـ ATP إذ تنتج 34 جزيئا وهي عملية هوائية تتطلب الأكسجين تلاحظون مما سبق عند عدم توفر الأكسجين أو عدم حصول الخلايا على الأكسجين الكافي فإن إنتاج الطاقة يكون قليلاً كما لن تستكمل العملية تتابعها وبدلاً من حدوث الخطوة الثانية والثالثة تتجه بعض نواتج الخطوة الأولى نحو عملية ثانوية تسمى التخمر في بعض الكائنات الحية مثل بعض الفتريات هذه العملية تأخذ ما ينتج من تحلل الجلوكوز وتحوله إلى كحول فيما يسمى تخمر الكحول أما في جسم الإنسان لا يتم إنتاج الكحول بل حمض اللاكتيك أو الحمض اللبني لهذا حين تركضون بالسرعة ولا تحصلون على الأكسجين الكافي تشعرون بألم في عضلاتكم نتيجة تتراكم حمض اللاكتيك إذن بتوفر الأكسجين تتطابع الخطوات نحو حلقة كريبس لتنتج 2 ATP ثم سلسلة نقل الإلكترون لتنتج 34 ATP وهو الناتج الأكبر من التنفس الخلوي مع أن العمليتين في الخطواتين الأولى والثانية لا تنتجان الكثير من جزيئات ATP إلى أنهما تنتجان جزيئات مهمة لإتمام الخطوة الثالثة إذ يتم خلالهما أخذ جزيئات ثناء نوكليوتيد الأدنين وأميد النيكوتين NAD وربطها بالهايدروجين لاختزالها وتكوين جزيئات NADH فمقابل جزيئ واحد من الكلوكوز تتحول 10 جزيئات NAD إلى 10 جزيئات NADHS وهي ما تحتاجه عملية سلسلة نقل الإلكترون أي أن هاتين المرحلتين لا تقتصران على إنتاج 2 ATP بل أيضاً تخرجان 10 جزيئات NADH التي تنتج الواحدة منها ثلاثة جزيئات ATP في الوضع المثالي لعملية سلسلة نقل الإلكترون كما تجري هذه العملية أيضاً على مركب آخر هو FAD ثناء نوكليوتيد الفلافين والأدنين يختزل ويتحول إلى FADH ستعرفون المزيد عن هذه العمليات الضمنية في الفيديوهات التالية أما الآن تستنتجون أن التنفس الخلوي هو أخذ الطاقة من الغلوكوز وتخزينها في 38 جزيئ ATP بالإضافة إلى إنتاج حرارة ويتم ذلك خلال ثلاث مراحل الأولى هي تحلل الغلوكوز أي تفكيكه إلى جزئين وإنتاج القليل من الـ ATP بالإضافة إلى إنتاج جزيئات NADH التي تستخدم في المرحلة الثالثة المرحلة الثانية هي حلقة كريبس التي يتم فيها تفكيك المزيد من الجزيئات وإنتاج جزيئين آخرين من الـ ATP لكن يتم أيضاً إنتاج جزيئات NADH أكثر وفي المرحلة الثالثة يتم استخدام جزيئات الـ NADH النتجة عن المرحلتين الصابقتين فيما يسمى سلسلة نقل الإلكترون من أجل إنتاج الجزء الأكبر من عملة الطاقة أي 34 جزء ATP ترجمة نانسي قنقر